اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم في سنة تانية اه معاكم زميلكم عبدالرحمن طهر اه امتياز اكبر منكم كام سنة كبير لحاجة اه ان شاء الله ديت مراجعة اه المحاضرة اللي كانت مع الكرياتين والكرياتين اه المراجعة تبقى سريعة اه بس سريعة او يعني بس هنحاول ايه نقول اهم النقط اللي انت ما ينفعش متعرفه اه دي الحاجة ده هننتكلم عليها الكرياتين والكرياتين نكلم على اليوريا والامونيا والامينو اسد واليورك اسد بيتصنع فين او تصنع ازاي والامراض نتيجة الزيادة تمام اه لدية نام بروتين يعني هي ميش بروتين بس هي ايه فيها مجموعات نيتوروجين عشان كده سموها هنتكلم عن الاول حاجة بقى اللي هو الكرياتين الكرياتين اه اسمه التاني اه اللي ممكن يجريك في الامتحان هو لاني هو بيكون نتيجة حصل حاجة اسمها تمام? اه بيتصنع فين? بتصنع في الكدني والليفر. اه فيه تلات اه اه تلاتة اه مهمين اه هو بيخش بتكوينه بيخش بتكوين الكيراتين لهم الارجينين والجليسين والميسيونين بيحصل له تخزين في المصل ركز يحصل له ترخزين في المصل في حاجات كتير جدا بيحصل لها تخزين في الليبر بس ده تقريبا من حاجات النonneدرة اللي بيحصل لها تخزين في المصل اه في صورة ايه? في صورة كيراتين فسورت عشان تدي طاقة اه للخلية اما تيجي للعضلة اما يجيبه احصل لها CONTRACTION. ازاي ستصنع اه اول حاجة احنا قلنا من فيها بيتصنع في الكدني والليبر اول حاجة في الكدني الارجينين الجليسين بيخش مع بعض. بيخش في المصنع. المصنع بيبقى في انزيم اسمه ارجنين جليسين ترانس ميدينيز. اه بيشتغل على الاتنين امانو اسد دول ويطلع حاجة اسمها جوانيدو اسيتين. جوانيدو اسيتين. تمام? الجوانيدو اسيتين تا بعد ما يخرج من الكيدني خلاص اه خلص شغلانته جوه الكيدني يروح للليفر. الليفر بيقوم واخده ويقوم حاطة عليه الميثيونين اللي هو الامانو اسد التالت اللي احنا كلمنا عليه. الميثيونين. الميثيونين على طريق انزيم اسمه هيحوله الى كرياتين. كرياتين. تمام? الكرياتين ده انا عاوز استفيد منه. بقوم اه ربطه بمجموعة فوسفيد. مجموعة فوسفيد ديت اول ما اكسر البند اللي ربطة مجموعة الفوسفيد بالكرياتين. بتديني طاقة. فانا بربطه في مجموعة فوسفيد ده عن طريق انزيم اسمه الكرياتين فوسفوكينيز. الكرياتين فوسفوكينيز هيتحول الكرياتين الى كرياتين فوسفيد. وهيتخزن جوه الخلاية زي ما احنا قول جوه المصل زي ما احنا قلنا شوات. لما المصل تفصل لها في تقوم بتستهلك الكرياتين في سفيد ده. بعد ما تستهلكه تمام? آآ تقوم يقوم متحول او حاجة Billion اسمها. تمام كرياتيني. آآ ديت ديت عبارة عن باسوي ده هوات اللي انا عoring عليه. ده عبارة عن باسوي لتحقل اللي كريات يتحول الى كرياتين الكرياتين يتحول د navigation. في باستويي تاني اللي هو اه التحول الكرياتين الى كرياتين من غير ما يتحول الى ايه كرياتين فوسفيت. اه اه ومن غير ما يحصل له ايه الى فوسفيت القسار والحوارات دي. اسمه كمام? اه ديت الخطوات اللي انا يتسأل لها اه آه اه في جدا ده بيوضح اه τους الو القات الشيساعة والمهمة في الكرياتين وال بكرياتين الكرياتين الكرياتين كرياتين إنما الكرياتينين بيطلع بعد ما انا استخدم الكرياتين عشان اطلع. اه يعني مسلا كاني انا بشرب. اه بارم الاززة بتاعيتها في الزبالة وهكذا. الازاز اللي انا برميه دي هي الكرياتينين. تمام؟ الكرياتين بيتصنع في الكيدن والليفر. الكرياتين الشغل دماغك كده او اطلاء اه بيطلع من الكرياتين فيوسفيتين اللي موجود في المصل. يبه هو بيتصنع في المصل. الكرياتين مش مش بيصلى انا حاج알شان لك عاشان اخزم فيه طاقة انا عشان 이러 مش هعمل له اوميش بيتخزق اه مش بايش لالفي ايه انما الكرياتينين انا مش عاوزة في الجسم ده هجمعوا ليه لو جمعنا هيضرني تمام? أه الكرياتين مبيتأثرش بالكرياتين دزيز يعني الليفل بتاعه ما بتأثرش بكرياتين دزيز. انما الكرياتينين هيتأثر ليه? لان هو اصلا بيخرج على طريق كدني. فلو كدني بوزت مش هيخرج. فالليبل بتاعه في الدم هيعلى وده هيأثر علي. تمام? دي الفرقات اللي انا كنت عادي بتعرفها ما بين الكريات والكرياتين. تمام? اه نتكلم بقى على اه شوية معلومات كده متفرقة. اه الليبل بتاع الكرياتين. طبعا ده مش مهم مخلص الليبل بتاع الكرياتين. اه كلينكل. اه الليبل بتاع الكرياتين هو عبارة عن اتنين من عشر تسعة من عشر. انما الكرياتينين لو انت نصية رقم في المحاضرة انت لازم ان تفتيك الرقم ده. ده من اهم الارقام انت ممكن تحفظها. من نص الواحد اتنين من عشرة ميلي جرام اه طيب الليبل بتاع الكرياتين هو من نص الواحد اتنين عشرة ميلي جرام تمام? اه هيجي لك اسئلة كتير على الليبل بتاع الكرياتين ده. اه كرياتين زي ما احنا قلنا لان هو بيخرق عن طريق الكدني. اه هو على عكس اليوريا اليوريا بيحصل لها بما انها بحاجة تانية غير الكدني يبقى هي دي مش كود اندكس. يبقى انا ما باعتمدش عليها ان انا اقول ان الكدني دي حصل لها ولا ما حصل لها اه حوالي اتنين في المية من الكرياتين الموجود في الجسم بيتحول ديلي اه للكرياتين يعني حوالي ادي حوالي واحد لاتنين جرام بيردي. تمام? اه بيخرج اه على مدار اليوم. طبعا ده بيختلف على حسب كمية العضلات. يعني انا انا عندي خمسين كيلو عضلات وانت عندك مية كيلو عضلات. عشان انت رجل بتروح الجيم وكده انا بروحش الجيم. اه المية كيلو عضلات بتوعك هيطلعوا كمية كرياتين اه كنت كدكتور متوقع كده. تمام? اه على حسب ايه كمية العضلات لعنا. اه انما اه الكرياتين زي ما انا قلت لك ما بيحصله بالعكس هو كومبيليتلي رابزوربي. كومبيليتلي رابزوربي. الا في حالات معينة هنتكلم عنها دبقتي. اه عندنا رقم كمان مهم في المحاضرة اسمه كرياتين كليرانس كرياتين كليرانس يعني كمية الكرياتين اللي بيحصل لها كليرانس يعني انا نضفتها من الدم خلال دقيقة وهي عبر عن مية ميلي بيرمينت. ده على حسب ايه? على حسب اللي هو لو عالي اه كويس يعني يبقى يبقى مية مية لو قليل طبعا هيقل عن كده. تمام? اه لو الكرياتين اللي انا قلت لك من خرج برا الجسم هيحصل لحاجة اسمها الكرياتينوريا. الكرياتينوريا ده بتحصل نتيجة زيادة في الكرياتين اه الكرياتين هيخرج في الكدني يعني تمام? اما ان الجسم بيعملها او لو انا لو الجسم عاوز يبني بروتين كتير فبيعمل كرياتين كتير. فغصبا عنه فيه شوية بينزول في اليورين. زي في حالة العائل صغير بيكبر بسرعة تمام? بيكبر بسرعة ومحتاج بروتين كتير عشان يبني العضلات بتاعته والعضاء الداخلية تمام? وفي حالة البريجننت. حالة البريجننت الست اه بكون عاوزة اه بتعمل كرياتين كتير عشان عاوزة تبني اللي جوه ايه? لجوه الرحم. عاوزة تبني عضلات الرحم. فده بيزود كمية الكرياتين لجسمي بصناها. ولما يزود كمية الجرياتين لجسمي بصناها تمام? ده بيخلي شوية كرياتين بينزول في اليورين. تمام? في حالة تانية بقى مش فسيولوجيكا. ايه الجسم مش بيعملها? بيضبع حاجة نتيجة او مرض. زي في حالة بيثولوجيكا. لما يصل تكسير للايه? لما يصل تكسير للعضلات. اه للعضلات زي في حالة المجاعة. لما حالة المجاعة الجسم مش لاقي طاقة اصلا. فيهم يراح البروتين يكسروا. اول ما يكسروا يطلع الكرياتين اللي موجود جواها الليه جوه. في حالة الفيفر لما درجة الحرارة تعلها. تمام? لما درجة الحرارة تعلى آآ آآآós آآ آآ عن الكرياتين من جوة الخلية. من جوة ايه? البروتين. من جوة العضلات. فيصل حاجة اسمها. فحالة نفس الحاجة. الديابيتس اصلا ما عندوش انسولين. الانسولين اللي انا اللي انا اه بستخدمه عشان يستخدم الجلوكوز. طب يقوم سايب الجلوكوز يقولك لا انا مش اخذ منك طاقة انا روح اكسر البروتين واعمل وكسر البروتين ايه او ما طلع ايه? الكرياتين غصدا عني. تمام? فحالة بنفس الحاجة سيرويد سيرويد هرمون ده بي ايه? عاوز اقولك ان هو اهم الهرمون في الجسم بينشق مسؤولة عن كل الموتابوليزم. فلما يزيد هيزود البروتين موتابوليزم. هيعمله كاتابوليزم. تمام? على مدار الوقت يعني. والتيستسترون اه الناس العضلات بياخدوا حقا انتيستسترون عشان يكبروا عضلات. فالهايبوغانديزم بيبقى عنده نقص تستسترون. فده هيؤدي الى حاجة اسمها ومسل دستركشن. تمام? الفيتامين اي ديفشنسي. الفيتامين اي ديفشنسي انا باعتبره باعتبره كانتي اوكسيداند. يعني بيمشي بيشيل من الجسم حاجة اسمها الفري راديكالز. الفري راديكالز دي حاجات بتكسر التيشو تاع الجسم. اه من التيشو اللي هي بتكسرها البروتين. اه المسلز يعني. تمام? اما قسر المسلز بيطلع الايه? الكرياتين اللي هو متخزن فين? متخزن جواها. على صورة ايه? على صورة كرياتين فوسفين. اخر الحاجة بقى اللي هي المايوباثي. المايوباثي ديت اه مايو يعني عضلة اه باثي يعني ايه اه مرض. فما يحصل بيحصل حاجة اه حاجة كده بيحصل تكسير في العظم. اما يحصل تكسير في العظم اه كما يوباثي اه ده هيؤدي الى خروج الكرياتين في في الدم بصورة كبيرة فده هيخلي شوية منهم يتسربوا اليورين ويعمل لي حاجة اسمها كده احنا خلصنا اه خلصنا اه اه اول ايه اه اول حاجة اللي هي الكرياتين عن كرياتين. اه نيجي بقى هنا هشرح لك الدياجرام ده هيوضح النقط اللي جاية. اه دياجرام ده عبارة عن عضلة دي عضلة تمام? عضلة ايه اللي هو العضلة? العضلة عبارة عن بروتينات تمام? والبروتينات دي يتمسكها بعضها بكون يوك تفتشوا عشان ايه? عشان انا تعمل حاجة اسمها. وهو من المسل فيبرز دي اه بقوم بي routine حطيطلها الانيرجي بتاعيتها مصدر التواق اللي هيتأكل منه اللي هو الكرياتين فوسفيت. تمام? لما الجسم يكسر زي ما نيجي سعيل انكSTA الجسم يكسر العضلة ديت هيطلع بروتيم وهيطلع كونكتف فيشو وهيطلع ايه? حاجة اسمها الكرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت هيعمل الكرياتينورية زي ما نيجي سعيلين من دقيقة. انما البروتين ده هيحصل في ايه? البروتين ده هيقصر لحد ما هيبقى امينو اسد. الامينو اسد اه ده هيقلوه تلات احتمالات. اما يروح للليبر ويحصل له حاجة اسمها في الليفر. وبالتالي هيكونني الامونيا. ومن الامونيا هيتحاول ليه يوريا? تمام? يبقى اليوريا نتجة ان الامينو اسد حصل لها فين? في الليفر. مهم جدا ان تعرف في المكان. من اهم الحاجات اللي ممكن تعرف. ان اليوريا بتتكون في الليفر. تمام? اه دي اول طريق ممكن ياخده الامينو اسد. الطريق التاني اللي هو ممكن اه اه وخاصة الجلوتامين امينو اسد بيروح للكيدني. بيتكسر هناك بنظام يسمه ده بيكون اه 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 عندك ايه? اه اه بيحول الجلوتامين لامونيا في الكيدني. عندك طريق تالت اللي هو الامينو اسد ممكن يخرج لوحده. انا بيقول لك انا مش عاوز اتحول لامونيا انا خلاص انا اه انا ممكن اخرج لوحده بس اه اللي تقوم الكيدني ايه ايه? انا مش اعرف اخرجك لوحدك لاني انت مبتدقش في الماء كويس. انا هعمل لك بحاجة اسمها تمام? دي مش عليك دي هتخليك هتخليك وبالتالي هاعرف اخرجك. ولما انا خرجك في هيبقى اسمي الحالة ديت تمام? اتمنى ده يكون واضح. هيساعدنا في فهم الحاجات اللي جاية. هنتكلم بقى عن تاني حاجة اليوريا. اليوريا زي ما احنا قلنا بتنتج من تكسير بروتين. بروتين كاتابولوس. اه وبالتالي هيزيد في حالة ايه? لو في بروتين كاتابولوس زي ما احنا نسائلين. زي في حالة ايه? زي في حالة الفيفر زي ما احنا نسائلين في الكتينوريا. في حالة الديابيت. تمام? اه? يعني اليوريا لو انا ازا اخدت اه بروتين كتير هيقدي الى تكوين يوريا كتير. يعني كده بقول اليوريا بيتأثر بالضايت بتاع الشخص. تمام? تمام? اه بتكون في زي ما احنا نسائلين من الامونيا الامونيا اللي هي جاية من اللي حصلت من تكسير بروتين. وبيحصل لها فيه تمام? اه في حاجات تانية بتقلل اليوريا. زي ان البروتين ما بقاش يكسر. بيحصل حاجة اسمها او المصنع ما بقاش يعمل اصلا. فده هيقلل ان الامونيا اللي هي اصلا كان بتحول اليوريا. او يحصل ان فيه فشل في الكليا. فيه فشل في الكليا. وبالتالي اليوريا تحبست جوه الجسم ما بقاش تخرج في اليورين ده من اسباب. اه من اسباب نقص اليوريا اه في اليوريا. تمام? آآ نورالمالي اليوريا مهمة جدا تعرف ان تمانين لتسعين في المية تووتل هي عبارة عن تخش على تلات حاجة اللي هي الامونيا. الامونيا آآ وانا اصدي مồر نتكلم على الامونيا ديت. انا اصدي احنا دهوقتي تكون عان ثلاث نوعين من الامونيا. آآ الامونيا ده هي تمام? الامونيا ديت. اللي هي عملت اليوريا. والامونيا اللي طلعت من الجلوتامين من الجلوتامين انا قصدي اه اما اتكلم الامونيا اللي� 네 Arch على اللي طلعت من الجلوتامين دي تمام? عشان بس الموضوع ما ما يختلش عليه. اه الايمونيا ديتชنت ليشتغل عليه. ايشتغل عليه الجلوتامينيز ويحولوا الى اه الى ايمونيا تمام? اربعين في المية 일وريا. من الامونيا اللي بتتصنع في الكيدني. بتيجي بقى من ايه? تمام? اه التالت حاجة معنا اللي هي اه تسعين في تمانين في المية من اه اه بيحصل لها اه زي ما انا قلت لك عشان تبق اه وشوية صغيرين حوالي عشرين في المية هي ايه تمام? اه وجود اه دي حاجة مش طبيعية اه مش 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 دي مش حاجة طبيعية لا يلاقي تمام? اه ازا برسم اه او ممكن تكون حاجة الجسم عملها ودي حاجة مش طبيعية بس بتحصل في موقف محددة موقفية انت هتفهمها من السياق يعني. او دي حاجة حالة مرضية. اه امتى تبقى اه لو كان اه دلوقتي الجسم في اه دلوقتي الجسم بيكون بروتين اه بصورة كبيرة. هو بيكون بروتين لازم ان يكون امانو اسد. فهم? لازم ان يكون امانو اسد جوان. اه سواء او بيكونها جوان. اما يكونها جوان فيه شوية منهم بيتسرسك وينزولوا في غصبا عني فبيعملها حاجة اسمها سواء اه اه في النيوبورن الست عاوزة اه الولاد الصغير عاوزة بروتين كتير عشان يكبر. بس ممكن تحصل النتيجة باثولوجية. يعني يكون في مرض. المرض ده اما الليفر. آآ الليفر آآ حصل له آآ يعني وبالتالي مش عارف يعمل للأمينو اسد. آآ عشان يحولها ليوريا او امونيا. تمام? آآ او لو الانزايم اللي بيكسر الامينو اسد نفسه باغ. عندنا تلات حالات الانزايم ده. هيديني حاجة اسمها. الهيستديز هيديني حاجة اسمها هستدينامية. هيديني حاجة حالة اسمها ده شبه يورين الشاي. وعاوز تعرف يعني ايه ده اسمه شراب اللي بتحط على الفطيرة عند الناس الاجانب. مش عندنا هنا في الغرب. الشرق يعني. آآ ديت اول حالة اسمها آآ لو لو الامينو اسد زيت. بس انا عندي نورمال امينو اسد. بس كدني عملت سرسب برضو. ليه? لان فيه تمام? بسبب جينات عنده آآ خلاته خلاته انه يكون فيها زي ايه? سيستينوريا لو السيستينوريا يترسل. آآ اتسرسب آآ وراح اليورين غصبا عني. اسمها سيستينوريا. والجليسين لو لو تسرسب وراح اليورين غصبا عني اسمها آآ جلايسينوريا. اخر حاجة ما انا في المحاضرة ان شاء الله تكون المراجعة آآ خلصت الى اليوريك اسب. اليوريك اسب ينتج نتيجة التكسير الدين ايه? الدين ايه فيه قاعدة آآ فيها حاجة اسمها قواعد نيتروجينية اللي هي البيورين والبريميدين الحاجات دي فيه محاضرة مفصلة لكده. بس اكتبه اقولك المعلومة الموجودة هنا. البيورين الكاتابولزم اللي هو موجود في الديين ايه? بيطلع اليوريك اسد. اليوريك اسد بيحصل له في الكدني نفسه. تمام? تمام. آآ البيورين لو حصل له آآ تمام? بيعمل لي مرض اسمه جود. ودي مهم جدا. لو لو حصل له اكيمانشن مش البيورين. لوнюيوريك اسد عصل هيعمل لي مرض اسمه جود. الجود ده هيجي بسبب حاجتين. اما انا قادت اكل لحمة كتير برج اآ هذا لحمة الحمراء. فده اللحمة الحمراء مليانة بيورين. فالبيورين هيتحول الى�לيوريك اسد هيترصف فين? هيترصف في المفاصل. هيترصف في المفاصل آآ وخاصة المفاصل بتاع تمام? المفاصل بتاع ده هيأدي لها الجود. احنا بنقول عليها الجود. بناخده ايه? بناخده ادوية هتاخدها في الفارما في نفس ان شاء الله هتعرفها في نفس ميديول ده او في ميديول ريماتوليش مش حال. المهم اه الاحتمال التاني ان الجسم جوه بيكسر اه كمية كبيرة. انا اديتك مثال عنها ان هو في حالة الكنسر. الكنسر يبياخد كيموثيرابي. الكيموثيرابي ده بيكسر الخلايا او اي خلية في الجسم اي خلية فيها اي نيوكليك اسد. اي نيوكليك اسد في بيورين. فالبيورين ده هيتحاول يوريك اسد. فده يسمو اه بس كده. كده احنا خلصنا مراجعة المحاضرة الكياتين الكياتينين.